السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد نخليل فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المدرجة من الأسبوع الأول من الوحدة السادسة مجال الألعاب والرياضة المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس أستعد للقراءة أتحدث عن لعبتي من الألعاب الرياضية التي أمارسها أتحدث عن لعبتي من الألعاب الرياضية التي أمارسها إذن على سبيل المثال كل المتعلم المتعلمة سيختار لعبتي من الألعاب الرياضية التي يمارسها ويتحدثوا عنها إذن أمارس مثلا قرة السلة أحب هذه الرياضة لأنها ممتعة وتنمي لدي الشعور بالمسؤولية وروح الفريق أمارس قرة السلة أحب هذه الرياضة لأنها ممتعة وتنمي لدي الشعور بالمسؤولية وروح الفريق ولاحظوا الصورة وأذكروا ما هو مثير للإعجاب فيها إذن لاحظوا معنا الصورة الصورة تمثل مجموعة من الألعاب الرياضية الذين قرات القدم قرات السلة قرات المدرب قرات السلة أيضا والعدو والمثير للإعجاب هو هذا الرياضي الجلس على كرسي متحرك يعني رياضي من ذوي الإحتياجات الخاصة هو الذي أطار إعجابي في هذه الصورة إذن تظهر لنا الصورة أنواعا كثيرة من الرياضات المثير فيها هي وجود الرياضي من ذوي الإحتياجات الخاصة يمارس رياضة قرات المدرب إذن تظهر لنا الصورة أنواعا كثيرة من الرياضات المثير فيها وجود رياضي من ذوي الإحتياجات الخاصة يمارس رياضة قرات المدرب أقرأ العنوان وأتوقع ذكر بعض الأنواع الرياضات التي أعرفها إذن عنوان النص أنواع الألعاب الرياضية إذن من خلال العنوان أتوقع أن يتحدث النص عن مختلف أنواع الرياضات ككرة السلة، كرة القدم، كرة المدرب، العدو وإلى غيرها من الرياضات إذن من خلال العنوان أتوقع أن يتحدث النص عن مختلف أنواع الرياضات ككرة السلة، كرة القدم، كرة المدرب، العدو، إلى غيرها من الرياضات إذن نقرأ النص أنواع الألعاب الرياضية الرياضة مجهود جسدي نمارسها بهدف الترفيه والمتعة أو المنافسة أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس وقد أصبح لها دور بارز في التعارف والتواصل بين الأمم والشعوب وتخضع ممارستها لقواعد متفق عليها والرياضة أنواع منها الجماعية التي تزاولها فرق يتفاوت عدد أفرادها من نوع إلى آخر بحيث يتعاون أفراد الفريق بشكل متناسق من أجل تحقيق التفوق ومن أشهرها كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد يتمتع لاعب كرة القدم بلياقة بدنية عالية تتمتل في السرعة والقوة والذكاء الحاد والعمل الجماعي إضافة إلى الفوائد الجسدية والنفسية الناتجة عن مزاولتها ويتطلب العديد من أنواع الألعاب الرياضية خاصة الجماعية منها العمل المشترك القائم على التعاون والانتجان بين اللاعبين من أجل تحقيق النصر وشغل مواقع الصدارة في ترتيب الفرق وينتج التعاون عن التفاهم بين اللاعبين كما يقود إلى تحقيق هدفهم الأسماء وهو تقدم الفريق وتلبية رغبة جمهوره في الفوز والتألق تتطلب الرياضات الجماعية مثل قرة القدم وقرة السلة والقرة الطائرة قدرا من التعاون أكبر من ذلك الذي يحدث في رياضة قرة المدرب الزوجي ذلك أن تحقيق الفوز في هذا النوع من اللاعب الرياضي يعتمد المهارة الفردية لكل اللاعبين داخل الملعب أما الألعاب الرياضية الفردية فكثيرة ومنها الألعاب التي تحتاج إلى الصبر والتدريب المتواصلي والتفاهم مع المدرب أو الطاقم الفني وهي من أكثر الرياضات انتشارا وتلقب بأم الألعاب ولها فوائد كثيرة فهي تحسن من وضائف الجسم وتنمي القوة البدنية وتنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسة وهي العد والرمي والقفز وتتفرع هذه المجموعات إلى ألعاب متنوعة يمارسها الرجال والنساء كالماراتون وسباق المسافات الطويلة والقصيرة ورمي الرمح والقفز بالزانة وغيرها ولكل رياضة من هذه الرياضات أيضا قواعد خاصة بها وتخضع لقانون الألعاب الرياضية الذي أتمده الاتحاد الدولي لألعاب القوة وقد تألق كثير من الأبطال المغاربة في رياضة العدو الريفي وحطموا أرقاما قياسية في مسافات مختلفة نذكر منهم البطلين العالميين نوال المتوكل وسعيد أويطة وغيرهما من من صعدوا من نصة التتويج ورفعوا راية المغرب في سماء اللقاءات الرياضية العالمية إذا نبدأ بالإجابة للأسئلة المرافقة للنص أغني رسيدي أذكر كلمات ذات صلة بعبارة ألعاب القوة إذن كلمات لها صلة برياضة ألعاب القوة مثلا القفز بالزانة القفز العالي رمي الرمحي رمي الرمحي أفوان رمي الرمحي رمي الرمحي لدينا أيضا العدو إذن عبارات لها صلة بألعاب القوة القفز بالزانة العدو رمي الرمحي القفز العالي هناك عبارات أخرى عديدة أنا هذه العبارات استخرجتها من النص أقرأ الجملة الآتية وأصل الكلمات الملونة فيها بما يناسب معناها لدينا ستتحدث هدى أولا ثم يليها سعيد سعيد إذن ستتحدث هدى أولا ثم يليها سعيد بمعنى أنجح أصنافها يتبعها إذن ستتحدث هدى ثم يتبعها سعيد أتمنى أن أتفوق في ذلك أتمنى أن أنجح في ذلك ألعاب القوة بكل أنواعها مفيدة الأنواع بمعنى الأصناف أفهم أحلل أقرأ النص لأستخرج فائدتين للرياضة إذن فائدتين للرياضة تطوير المهارات وتقوية الثقة بالنفس تطوير المهارات وتقوية الثقة بالنفس السؤال الثاني أحدد بعض الأنواع الرياضية المذكورة في النص الألعاب الفردية والألعاب الجماعية بالنسبة الألعاب الفردية العدو الرمي والقفز الماراتون سباق الماراتون سباق المسافات الطاولة والقصيرة رمي الرمحي القفز بالزنة وغيرها إذن هذا بالنسبة للرياضات الفردية بالنسبة للرياضات الجماعية ذكرت في الفقرة الثانية كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة وكرة اليد إذن الألعاب الفردية الماراتون سباق المسافات القصيرة القصيرة أو الطاولة رمي الرمحي أو القفز بالزنة سباق المسافات القصيرة أو الطاولة رمي الرمح لألعاب الجماعية كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة وكرة اليد إذن السؤال الثالث أكمل الخططة الآتية بما يناسب أنواع الألعاب الرياضية لألعاب الفردية فوائدها وشرطها لألعاب الجماعية فوائدها وشرطها إذن بالنسبة للفوائد لألعاب الفردية تحسن من وظائف الجسم وتنمي القوة البدنية تحسن من وظائف الجسم وتنمي قوة البدنية شروطها الصبر التدريب المتواصل التفاهم مع المدرب أو الطاقم التقني طاقم الفني عفوا الفني ذكر في النص كلمة الفني الألعاب الجماعية فوائدها التعاون نتعلم التعاون من خلالها الانسجام الانسجام بين اللاعبين والتفاهم شروطها لياقة بدنية عالية لياقة بدنية عالية السرعة القوة القوة الذكاء ذكاء الحاد والعمل الجماعي أركب أقوم ألخص النص في جمل حسب قدراتي إذن تلخيص النص يتحدث لنا الكاتب عن أنواي الألعاب الرياضية وفوائدها حيث قدم لنا نوعين رئيسيين الألعاب الفردية والجماعية وحدد لنا شروطها وفوائدها مترتبة عن ممارستها إذن يتحدث لنا الكاتب عن أنواي الألعاب الرياضية وفوائدها حيث قدم لنا نوعين رئيسيين من هذه الألعاب الألعاب الفردية والجماعية وحدد لنا شروطها وفوائدها أو شروطهما وفوائدهما المترتبة على ممارستها أبدأ رأيي في بعض السلوكات المشينة التي يقوم بها بعض المتفرجين في الملاعب إذن من وجهة نظري السلوكات المشينة التي يقوم بها بعض المتفرجين في الملاعب هي سلوكات خارجة عن قواعد الرياضة وغير مقبولة إذن من وجهة نظري السلوكات المشينة التي يقوم بها بعض المتفرجين في الملاعب هي سلوكات خارجة عن القواعد الرياضية وغير مقبولة وتتسبب بالأداء ولا تمت بسلات للروح الرياضية والأخلاق الرياضية بالروح والأخلاق الرياضية نجز بحثا حول الأخلاق الرياضية إذن الأخلاق الرياضية هي الالتزام بالقيام والمبادئ عند الفوز أو العزيمة على حد سواء وهي أيضا عبارة عن سلوك يتم اكتسابه من البيئة المحيطة باللاعب منذ نعومة أضافره كما أن الروح الرياضية تعد أحد عناصر الأخلاق الرياضية إذن الأخلاق الرياضية هي الالتزام بالقيام والمبادئ عند الفوز أو العزيمة على حد سواء وهي أيضا عبارة عن سلوك يتم اكتسابه من البيئة المحيطة باللاعب منذ نعومة أضافره كما أن الروح الرياضية تعد أحد عن أحد عناصر الأخلاق الرياضية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة